أريج ونبقى في إطار الحملة الوطنية الكبيرة لكشف المبكر عن سرطان الثدي في كافة المحافظات السورية اللي بتتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي وتحت عنوان أنت أقوى من السرطان لتشجيع السيدات على الفحص المجاني الذي تقوم به المشافي والمراكز الطبية وبعض الجمعيات المعنية للتوعية حول عوامل الخطورة وطرق الوقاية من سرطان الثدي للحديث أكثر عن هالحبلة معنا بالستوديو صباحنا غير الدكتورة نهلة جنادي أخصائية نسائية وتوليدي سعد صباحك وهلا وسهلا فيك على شاشة الخبارية صباح النور أهلا وسهلا فيكم أهلا فيك دكتورة يعني وقت نذكر كلمة سرطان يعني فيه تخوف كتير كبير من هالكلمة وقات بعض الأشخاص بيقولوا هداك المرض خلينا نحكي عن مرض سرطان الثدي بالتحديد شو هو وكيف بصير وبالفعل هل هو قابل للشفاء تمام هلا سرطان الثدي يعني سرطان كتعريف أول شيء الخلايا بالجسم هي في مرحلة التطور وانقسام طبيعي إذا صار طرق عليها انقسام غير طبيعي أو شاز أصبحت خلايا سرطانية بحسب العضو اللي بتكون طرقت عليه بيكون صار فيه الكتلة السرطانية والسدي هو عبارة عن نسيج معرض لهذا الشيء كمان بأي مرحلة فهذا هو سرطان الثدي هلا نحنا الشيء اللي بيخوف انه فيه نسبة متزايدة طبعا حسب الأحصائية لسرطان الثدي بس الجانب المشرق انه نسبة البقية كمان عم تزداد بحسب الأحصائيات نحنا أحصائياتنا بتكون عالتا كل خمسين سنة المسأمان والله كل يوم والتاني بتكون الأحصائيات بس كمان معدل الشفاء كتير مرتفع بحسب المرحلة اللي نحنا بنكون كاشفينا للسرطان يعني على سبيل المثال إذا كان بالستيج زيرو إنسايته موضع بتكون نسبة الشفاء توصل فيه لتسعة وتسعين بالمئة لما نحنا بنهمل هاي المرحلة تزداد مثلا نسبة المرحلة اللي لنوصل للرابعة مثلا ممكن نسبة الشفاء تنزل لمستوى أقل من هذا الشي بكتير فنحنا كتير بهمنا موضوع إنه الكشف المبكر لحتى يكون فيه نسبة شفاء كويسة ونسبة عالية طيب دكتورة خلينا نحكي عن يمكن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ثرطان الثدي قدشف فعلا مهمة لتوعية النساء خصوصا مع تنشر كتير من التفاصيل كيفية الفحص الذاتي كيفية التوجه المراكز المجانية المخصصة للفحص والكشف المبكر قدشف فعلا لما نكشوف عن سرطان الثدي بمراحل مبكرة قدشف فعلا ممكن يكون فيه شفاء لهيدا المرض يعني بعتقد إنه لما يكون في مراحل مبكرة في كتير من الدكات دراس تضفناهم بصباحنا غيره حكينا عن الموضوع الكشف المبكر عن سرطان الثدي يمكن كمان هو نوع يعني شيء كتير مهم للعلاج بشكل كامل فينا نقول أو شفاء كامل تمام هلا الكشف يعني الحملات التوعية اللي عم تصير فيه إلى جوانب عدة الأساس الأساس هو مشان العلاج يعني أنه نكشوف مبكرة نعالج لنصل لنسبة الشفاء اللي مرهوه كمان نحنا ناحية ثانية بهمنا النفسية السيدة هلا الحملات التوعية مو بس مشان أنه نكشوف كمان وكمان مشان نزيل الهاجس اللي عند السيدات بكلمة أنه نخفف الخوف تماما أنه هلا بتقلك مثلا أنه أي كتلة بالسدي معناها سرطان أي سرطان معناها مميت لا هذا هو الجانب الثاني اللي نحنا بهمنا بحملات التوعية اللي عنا كمان بالنسبة للطريق التعامل مع المريضات نفسهم يعني الجانب المحيط أو الوسط المحيط بالسيدة المريضة كتير مهم فهذا جانب كمان لأن صلت الضوء على وصائط التشخيص اللي صارت عنا طبعا الحديثة واللي قادرة تكشوف بمراحل مبكرة وتحقق لنا كمان نسبة الشفاء بعد العلاج يعني بدرجات كتير عالية فهذا كتير مهم هالحدون الحملات فنحنا عنا الشهر أكتوبر هو الشهر الوردي للتوعية بما يخص سرطان الثدي طبعا لأنه هو من أكثر السرطانات الانتشار عند النساء طبعا هو معلش للأسف هو بيتصنف مع التوبتين كانسرز المهدد للحياة طبعا بينافسه للسرطان الرئياء والقصوات فنحنا كتير ضروري حملات التوعية هدون مشان نكشف عنه مشان نعالج باكر مشان تكون فعلا مترجع سيلي لحياته طبيعية دكتورة نحنا أكيد بهذا الشهر دايما منركز على موضوع الفحص الزاتي هذا أمر كتير مهم لازم كل سيدة ما تهمل هذا الموضوع يعني إذا هملت شوي رحته على مركز صحي وتعرض لبعض الصور هذا الموضوع ما لازم تهمله أبدا الفحص الزاتي كيف بتم؟ هلا نحنا بالنسبة هذا ضمن التشخيص الفحص يعني الفحص بيكون فحص ذاتي شهري عند السيدة فحص دوري سنوي عند الطبيب بالإضافة للوسائل التانية التشخيصية بالإيكوغرافي أو الماموغرافي أو الخزع أو ما شابه الفحص الزاتي يعني أنه كل سيدة قادرة طبعا هذا الحكي بيبلش عند الصبية بسن العشرين شهريا ويستمر والفترة المناسبة له عادة بتكون هي بالأيام الخمسة للسبعة الأولى من الدورة بالحمام لما بيكون مثلا لسا بيكون بال المراية فيقولوه كذا مرحلة تأمل وجه لوجه على المراية بتراقب الصبية في تناظر أم لا في كتلة ظاهرة أم لا في تغير باللون طبعا هذا بيشمل جلد الثدي الحلمي مثلا بتراقب أنه في شي مغير في ظهرة ندبات مثلا ظهرة تقرحات تقشرات أو شي هذا طبعا بوضعية معينة بتكون وضع سيدة إيديها على الوركين بمرحلة أولى مرحلة تانية بترفع إيديها لفوق كمان المرحلة الثالثة بتكون على الجانبين اليمين واليسار في وضعية تانية بتكون هي تصير بمرحلة الجس براحة اليد كل يد للثدي المقابل يعني الجنب التاني طبعا بيضغط خفيف بحيث أنه أي شي بتحسه هي غير طبيعي تستفسر عنه من قبل طبيب سواء الأخصائي النسائية أو أخصائي الجراحة أو أخصائي الأورام وأمراض الثدي كمان نفس الشي أنه سيدة بوضعية الاستلقاء الظهري بالماية لليمين أو اليسار هدون بينطرق الفحص الثدي طبعا بتشمل مثل ما قلنا الثدي الحلمي ومنطقة الأبطين لحتى تكشف أي شي غير طبيعي من ناحية الشكل من ناحية المظهر من ناحية القوام من ناحية اللون أي شي بتحسه غير طبيعي تسأل عنه طيب دكتورة خلينا نحكي مثل ما قلتي مو أي كتلة ممكن من خلال الفحص الزاتي تكون هي كتلة سرطانية هاي نقطة كتير مهمة لأنه في غدد يمكن بلغمية أو لمفاوية موجودة كمان خلينا نوع عن هاي النقطة مشان فعلا ما يكون في حالة من الخوف تسيطر على السيدة يعني هي حملة التوعية هي المعرفة يمكن قداش مهم الكشف المبكر عن سرطان السدي وقداش فعلا فيها هواجس من خلال الأحاديث اليومية صحي أو من خلال مثلا مثلك بالبيت عندنا في حالة كانسر أو مثلا والدتي أو حدا من العيلة فضغرم يكون عندنا يمكن نوع من الخوف الداخلي فخلينا نحكي أنه يوجد كتلة غير سرطانية من خلال الفحص الزاتي ممكن الكشف عنها تمام هلا بس الجانب اللي حكيت عنه أنه اللي بيكون عنده سوابق إصابة بسرطان الثدي أصول أو فروع يعني أم أو خالة أو والفروع اللي إليه يعني اللي بتكون البنت المفروض هدون يكونوا زيادة حزيرين طبعا مو يضلوا خايفين بس يعني أكثر حزر بهذا الموضوع بس ما أنه والله يوقفوا عند الفحص الزاتي أو فحص الطبيب لازم فعلا للفحوص الثاني اللي هي مثلا الماموغرافي لحتى يعني يكشف أي مرحلة بتكون باكي لأنه هي معرضة أكثر من غيرها مو أي كتلة بالسدي هي كتلة سرطانية لأنه ممكن تكون كتلة حميدة ممكن تكون كيسة بس لأنه السيد ما بتعرف تسأل مين هو خبير بهذا الموضوع فإذا تأكدوا أنه سليم خلاص بتكون طمنت إذا كان في شيء سيء بيكون مثلا بمراحل الباكرة بيكون قابل للعلاج سواء بأي طريقة من طرق العلاج الجراحي شعاعي الكيموثربي مثلا الكيماوي أو حتى الهرموني فما تروح على حالة هي الفرصة فبس من جانب التاني بس الأهم أنه اللي بيكون في عندهم سوابق عائلية ما تخافوا بس كونوا أكثر حذر يعني صح الواحد بيقول أنه أي شي بيجي يا محلا منعد بس ما علي شيء الواحد يسعى شوي يعقلها ويتوقع طبعا لحتى يكشف دكتورة يعني كمان كتير من قرأ إن كان عبر الإنترنت أو عبر المحيط قلت أنه في بعض الأغذية هي بتوقي من الإصابة بالسرطان أو بالنسبة يعني تخفيفية مهمة اليوم ما شو أهم الأغذية اللي ممكن تساعدنا بهذا الموضوع هلأ هذا الجانب لأنه نوع جانب من عوامل الخطورة للسرطان الثدي واللي هي اللايفستايل المعيشة نحنا طرق الأكل اللي عمناكله اللي كله مشبع بالدسوم الحيوانية اللي بتأهب للسمنة واللي هي عامل خطورة عند السيدي مشان الإصابة بالسرطان الثدي فنحنا لما منقول وقاية ما في شي وقاية بس يعني منخفف من عوامل الخطورة يعني بحيث أنه نحمي حالنا من السمنة أولا مثلا بالرياضة اللي نحنا أنه وجد بحزب الأحصائيات أنه 30 دقيقة باليوم رياضة توقي السيدي من سرطان الثدي حتى السيدي المصابي بالسرطان الثدي المعالجة يقيها من النكس كمان الرياضة فما بالك بجانب الأغذية فنحنا بالنسبة لإلنا منشجع السيدي أنه على الاكثار من الخضار الفواكه الطازجة الغنيب الفيتامين سي منشجع ما علي على التناول الفطر لأنه يقوي المناعة منشجع على تناول الثوم نبتعد عن التدخين عن الكحول فيه مثلا متميمات غزائية فيتامين دال الأوميغا ثري اللي هي هلعام لثورة الترشيب للحياة فهدون هلأ مثلا القهوة الشاي الأخضر فيه مواد مضادر الأكثار كمان منشجع عليها فهدون هلأ من تبتعد قدر الإمكان عن اللحوم الحمراء عن السكريات عن الدهوم بشكل عام فيه لبن مثلا قليل الدسام ممكن كمان يشجع ويقوي المناعة فهدون هلأ الأغذي الممكن منشجع طيب دكتورة خلينا نحكي ممكن بالأحصائيات الأخيرة مثل ما قالت من أكثر الأمراض انتشارا مرض سرطان الثدي بعد حملات التوعية قداش فعليا عم نشوف فيه نسبة خف تلقائيا من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي لأنه لما يتم كشف مبكر أكيد فيه كثير من النساء كمان وحالات استضفناهم بصباحنا غير تم الشفاء الكامل من مرض سرطان الثدي هلأ مع زيادة الوعي الصحي والحملات التوعية للأسف عم تزيد الحالات لأنه نحن عم نزيد كشف الحالات بس كشف المبكر عم كمان عم تماما بس بنفس الوقت عم تزيد الحالات بس أنا عم حكي عن الشفاء الشفاء خلال هيدا المرض قداش فعلا هاي نحن عم نحكي الجانب بالسيئ يعني تكشفيه بشكل مبكر وتكون في شفاء كامل من هيدا المرض تمام هلا نحن هذا الجانب السيئ إنه عم تزيد الحالات اللي عم نكشفها بس بالمقابل عم تزيد نسب الشفاء لأنه من كن كشفناها بمراحل مبكرة لأنه بيكون مثل ما قلنا هلا هلا نحن في شغلة معينة بالسرطان الثدي إنه مع زيادة العمر عم تزيد نسبة الإصابة طبعا هلا في عنا نحن سنويا ما يعادل 4000 حالة عم تكشف بسرطان الثدي بحسب الإحصائيات والدراسات مثلا بين 2009 وال2011 إنه 12.3 من السيدات بيكونوا مصابات بسرطان الثدي يعني ما يعادل إنه كل سيدة من كل 8 سيدات خلال مسيرة حياتهم معرضة تنصاب بسرطان الثدي بس للتفاقل معلش كل سيدة تقول إنه هي من السبع الباقيين اللي ما رح تنصاب فيهم شاء ما يضل التشاقم بهذا الموضوع فمع زيادة العمرية عم تزيد النسبة يعني بعمر 30 سنة عم تكون نسبة الإصابة مثلا بالسرطان مرتفعة عفوا قليلة بتكون بمنسبة معينة بمعادل سيدة بين 227 سيدة تصاب بالسرطان لما منزيد بالعمر وتوصل للسبعين سنة رح تزيد هاي النسبة رح تصير ممكن سيدة من كل 26 سيدة رح تنصاب بسرطان الثدي نعم قلنا عن العلاج والكشف المبكر عالجنا بالمرحلة الموضعة نسبة الشفاء 99% تركناها لو وصلت للدرجات المتقدمة رح تكون نزلة النسبة لل30% دكتورة ذكرتنا في عوامل خطورة ممكن تأدير الإصابة بالسرطان الثدي غير إنه بيكون الصبية حدا من قرائبنا شو هي عوامل خطورة ممكن تأثر على هذا الموضوع هلا الجنس السيدة معرضة أكتر يعني الأنسة أكتر من الذكر نعم مو معناها بس الأنسة هي معرضة لسرطان الثدي الرجل كمان معرض طبعا هو في زيادة يعني نسبة الرجول لإصابة سرطان الثدي عند الرجال كانت بين 0.8 مثلا هلا حاليا بالواحد وعم تزيد للواحد فاصلة واحد بالمية اثنين القصة العائلية إذا في عندها سوابق حدا بالعيلة من جهة الأم كمان بتزيد النسبة القصة الشخصية نفسها إنه إذا السيدة عندها كان إصابة بسرطان الثدي بأحد الثديين بتكون معرضة أكتر للإصابة بسرطان الثدي الثاني مو انتقال لا إصابة اللي بتكون زيارة العمر اللي نحنا كل ما زاد العمر عم تزيد الإمكانية للإصابة بسرطان الثدي بفترة مثلا الحياة التناسلية عند الصبية يعني فترة البلوغ المبكر عند السيد الصبية إذا كان بمرحلة قبل 12 سنة عم تكون وفترة الضهي المتأخرة يعني في فترة معينة طويلة تعرضت للهرمونات وعلى الأخص هو الهرمون الأنسى والأستروجيني فبتكون صارت معرضة أكتر الاستعمال العشوائي للهرمونات بشكل مباحي يعني كمان عم يزيد الخطورة السمنة مثل ما قلنا وتناول وإهمال الرياضة تمام والخمول يعني هدونة بيكون عم تزيد الإحتمالية تعرض للإشعاعات مثلا بسياق الكشف عن شيء أو علاجي لشيء معين كمان ممكن يقهب لسرطان الثدي طيب دكتورة مثل ما قلت يمكن الإصابات بمرض سرطان الثدي بأعمار يمكن متأخرا اليوم لا عم نشوف حالات مخالفة لهيدا الموضوع عم نشوف صبايا مصابين بمرض سرطان الثدي مؤخرا ما كنا نشوف هاي الظاهرة عم نشوف صبايا بتلاتين بالخمسة وعشرين مصابة شو هيدا يعني خلينا نحكي عن الأسباب المهيئة يمكن عامل وراسي أو عامل آخر العامل الوراسي موجود أكيد بالقصة العائلية في الطفرة بالجيني المسبب لسرطان الثدي واللي هو البراكا 1 والبراكا 2 اللي بيكون موجود عنده بتكون مؤهبة للإصابة بسرطان الثدي هلا في صبايا مثلا تأخر سن الزواج والإنجاب كمان هذا عامل من عوامل خطورة عم يسبب عندها اللي عندها قصة عدم إنجاب كمان معرضة أكتر من غيرها هلا الصبايا بيقول مثلا ما بدي رضع مشان تحافظ على جمالي الثدي بتكون هي عم تعرض حالة للإصابة بالسرطان الثدي هلا السرطان الثدي ما نوحكرا على العمارة المقدمة بس بتزيد نسبته فهو موجود بين عمر العشرين ممكن يصادف طبعا والله يحمي الجميع أمين يا رب دكتورة كمان وقت الصبية أو السيدة يصير مع سرطان الثدي في مراحل علاج رح تخضع له كمان مثل ما ذكرنا العمل نفسي له أهمية كتير كبيرة بمراحل الشفاء اليوم شو هي أهم المراحل اللي رح تخضع له السيدة كعلاج من سرطان الثدي هلا أول شي التشخيص مثل ما قلنا سواء كان بالفحص الزاتي كشفت السيدة لأنه هي السيدة أول شي يعني الأغلب الحالات المكتشفة من سرطان السيدة بتكون هي الكاشفتها تحال مثلا للطبيب بعدين تحال إلى طرق الفحص اللي هي سواء كان بالإيكوغرافي أو بالماموغرافي ترخصت تحددت المرحلة طبعا بناء على شي نظام اسمه TNM يعني تحديد T هي تيومر نفسه أديش إياساته أديش ماهيته هل في نقائل للعقد أم لا هل في نقائل لأعضاء بعيدة أم لا حددنا نحن المرحلة فهون بيكون صار دور الطبيب الأخصائي الأورام بالاشتراك مع طبيب الجراحة هل هي بحاجة لجراحة هل هي بحاجة لدعم شعاعي لكيماوي أو حتى علاج هرموني فبحسب المرحلة بتكون هي فيها بتكون خطة العلاج بالنسبة لأله دكتورة نحن كتير نشكرك على المعلومات المهمة اليوم اللي طرحتيها ضمن صباحنا وإن شاء الله كل الفائدة تكون تقدمت لكل السيدات اللي عم يتابعونا ترجمة نانسي قنقر